يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم أخذ الأجرة عن الحج عن شخ مع اشتراط مبلغ معين لا تجوز اشتراط الأجرة هذا يطلب المال يتخذ الحج وسيلة للمال وإذا جعلت العبادة وسيلة للمال فهي باطلة كان يريد الحياة الدنيا وزينتا نوفي إليه مع مالا وهم فيها لا يوفسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعه إذا كان يحج لأجل الأجرة فلا حج له أما إذا حج لأجل الحج والعبادة طلب الأجر ونفع أخيه وأخذ ما لم يستعين به على الحج فلا مانا ولهذا قالوا من حج ليأخذ فلا يحج ومن أخذ ليحج أخذ ليحج فليحج نعم ترجمة نانسي قنقر